أنا ورواياتك موجودة على الشاشة أنا عايزة أقول فكرة الأغنية بتاعت اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني أيوة أيوة فأنا حاسة أن الأغنية دي تنطبق على كل رواياتك يعني أنت خدتها شعار فالروايات كلها بترتبع أولا يمكن الصور دي لجامع أحمد بن طلون ورواية القطايع وأنا عايزة أكلم الناس عن رواية دي تحديدا هقولك لأنك أذهلتيني في كذا نقط يعني أنت في الرواية الحقيقة بتتكلمي عن أحمد بن طلون هذا القائد العظيم حبه المصر عيشه للبلد دي إزاي كرم المصريين إزاي قدرتي توصلي وبعدين قلت لي معلومة أنه هو أول من أدخل المصريين الجيش يعني أنا معلومتي واقفة عند محمد علي هذه المعلومة مدققة وغير اللي إحنا نعرف هو فيه كذا حاجة محمد علي عملها هو طبعا محمد علي واضح نكون قرق للتاريخ فهو أخذها من الناس قبل كده ففي حاجتين إحنا في مصر نقول مثلا أول حد دخل الناس الجيش محمد علي لا هو أحمد بن طلون اللي دخل مصريين الجيش ودي مكتوبة وموثقة في كتب التاريخ يعني برضو الحاجة التانية مسبحة المماليك هو اللي عمل مسبحة المماليك أول حد ما كانش محمد علي وكان بدر الجمالي قبل محمد علي عزمهم كلهم متين من أمراء المماليك ودبحهم وده موجود طبعا في رواية الحلواني فأحمد بن طلون دخل مصريين الجيش الحاجة برضو لما حدش عرفها ليه دخلهم؟ يعني ليه وقتها هو فكر انه يدخل المصريين؟ لأن هو أولا كان في عنده يعني يقول لنا المؤرخ اللي كتب سرته بعد ما مات باربعين خمسين سنة يعني ما كانش في مصلحة بينه وبينه بقى خلاص وبعد انتهاء الدولة الطلونية بيقول لنا أن أحمد بن طلون كان يحب المصريين كأنهم أولاده ووصل حبه لهم لحب يعني أكبر حتى من حب الأب لأولاده هو من أصل باكستان؟ وهو أصلا من أسباكستان من بخارة أنا طبعا سافرت المكان بتاعه عشان أعرف أكثر روحت أسباكستان وروحت بخارة وعاش في العراق أعتقد أباكستان هو غالبا ما يعرفش حاجة عن بخارة وهما ما يعرفوش هناك أنا عاد تسأل في الناس المتخصص عشان أشوف لكن هما ما يعرفوش لأنه هو تمصر تماما يعني إذا هو في موطنه ومسقط رأسه ما يعرفوش مين أخره وهو أصبح مصري الجامع هو أقدم جامع موجود في مصري بحاله حقيقي هذا هو الحال القديم اللي كان فيه بالضبط هو المفروض أنه تالت أقدم جامع في مصر لكن هو أقدم جامع في مصر من حيث أنه ما فيش حاجات تتغيرت فيه قوي يعني عمر بن العاص مثلا لا تتغير تتغير شخص حقيقي لكن أحمد بن طلون لا ما تتغيرش هو نفسه طبعا أشق في العراق وتولد فيها والده هو اللي كان من بخارة في البداية والعربي بتاع طبعا قوي جدا بس يعرف عربي ويعرف اللغة اللي كانوا يتكلمونه في المنطقة دي كلها اللي هي اللغة التركية لما جي مصر هو يعني أولا عنده أحلام كتير بمصر واللي هيشوفه في مصر واللي هيعمله في مصر لما بنى المدينة في مصر وبنى المسجد بنى مصانع بنى قناة رمياه للمصريين يعني كان عنده حب وحساسية شديدة جدا أول حد يشغل المصريين في المناصب العالية كبيرة يعني لأن كان العرب قبل كده الدولة العباسية والدولة العموية تقول للمصريين يلحنوا في القول العربي بتاعهم مش قوي لأن كان لسا اللغة الكبتية يلحنوا في القول عندهم كده لحن يعني آه يلحنوا اللي هي لحجتهم لأنهم كبتية وقتها أيوا بالزابط فهم إيه اللغة العربية مش مزبطينها قوي وطول عمرهم المصريين متدلعين في العرب شوفيهم القف بتتنطق حمزة يسهلوا المصري دايما يسهل صح طيب